ابن عمر رضي الله عنه فيما رأوه مالك في مطأه كان بين الصفا والمروة إذا وقف على الصفا أو وقف على المروة دعا الله قائلا اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه عني حتى تتوفاني وأنا مسلم لا يسأل غير هذا لماذا؟ لأنهم عرفوا هذا الذي أعطاهم الله إياه وهذا الذي نراه في صالح المسلمين في كل زمن ترى الرجل يعيش في بيت ليس فيه ما يرد البصر وهذا البيت الذي لا شيء فيه يرد البصر هو في بقعة حرها شديد وبردها شديد فإذا خرجت خارج البيت ترى على مد بصرك أرضا قاحلة ليس فيها سوى الحجارة وفيها الريح يسفي لا تصلح لرعي ولا تصلح لحرث ولا تصلح لشيء وهو في عيش شديد فإذا قلت له كيف حالك يا فلان؟ أجابك متبسما الحمد لله تستغرب أنت على أي شيء يحمد الله كيف جاءه أن يقولك الحمد لله على ماذا؟ هو يعرف أن أمر المؤمن كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته دراء صبر فكان خيرا له قايس هذا بما نسمعه ورأينا بعضه في كثير بلاد الدنيا في بلاد أوروبا مثلا حدثت عن بلد ليس أهله يعرفون للفقر خوفا ولا يعرفون له معنا ولا يعرفون له لونا الدولة تعينهم وتعولهم في كل شيء ثم هذه البلدان يكثر فيها انتحار أهلها نسبها عالية لماذا؟ عندهم كل شيء ويقتلون أنفسهم وأولئك ليس عندهم شيء ويبتسمون حامدين لله لأن الفضل كل الفضل في هذا الدين والرزية كل الرزية في فقده كما قال إمام أحمد رحمه الله إن المرزأ من يصاب بدينه لا من يرزأ ناقة وفصالها ترجمة نانسي قنقر